الشهيد الشهيد لا يموت الشهيد الشهيد لا يموت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم نتحدث عن أرقى وأعظم وأسمى درجات البشرية على الإطلاق بعد أنبياء الله ورسله الكرام نتحدث عن صفوة البشر الذين اختارهم الله اختيارا إنهم الشهداء في سبيل الله هذا المؤمن ذهب إلى الله مهاجرا ترك أهله وماله وأبناءه ترك بيته ترك كل شيء له سبحانه وهل هناك أرواح ولا أجمل من لقاء الله عز وجل فقال الله عنهم ينادي جبريل في أهل السماء يَا أَهْلَ السَّمَاءُ إن الله تعالى يُحبُّه فأحبُّه مملكتهم وديارهم الفردوس الأعلى في صحبة الأنبياء والصدّاء والصدّيقين وحسن أولئك رفيقًا يَا أَهْلِهُ كَمَا وَرَدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعَزِيزِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ عندما سأل موسى ربه فقال وهو يسأل عن أعلى أهل الجنة منزله فقال فمن أعلاهم منزلة فقال الله أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر عندما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد فقال عليه الصلاة والسلام لا أجده فقال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر قال ومن استطيع ذلك رواه البخاري إن الغبار الذي يصيب المجاهد في سبيل الله فيتسلل إلى جوفه يكون مانعا له من دخان جهنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا واسمعوا إلى بعض كرامات الله للشهيد فقد روى الترمذي في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة أي من أول دفعة دم ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما أعظم شرفه وما أكبر كرامته الشهيد هو الذي نهان الله أن نقول عنه ميت الشهيد لا يموت بل ينتقل مباشرة للكرامات والإبهار للكنوز والعطايا من لد مجيد حميد فقال سبحانه في سورة البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال جل من قائل في آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون هم الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة يعني لا يشعر بألم الموت كرامة من الله له إلا كما يشعر بالقرصة فتخرج روحه كما تخرج قطرة الماء من في السقاء من سهولة خروجها وسلاسة انتقالها كما ورد في الحديث النبوي هذه روح المؤمن أما الكافر والمجرم والعياذ بالله فتنزع روحه انتزاعا فتتمزق وتنتشر في جسده انتشار هروب من الموت فتضرب وجوههم وأدبارهم من الملائكة يضربونهم ضربا حتى تخرج هذه الروح خانعة كسيرة ذليلة إلى مالكها ومولاها كما قال تعالى إلى الله المصير وقال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري فمقام بضع ساعات في الجهاد يعدل الدنيا وما فيها تخيلوا يا أخوة مدى هذه الكرامة ومدى هذا الفضل ومدى هذه المكانة للمجاهد في سبيل الله عند الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من أراد الجنة فليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيور رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح معنى الحديث أن الإنسان المؤمن الصالح إذا أتاه الموت وخرج من الدنيا ورأى سعة الآخرة واكتشف حقيقة الدنيا وضيقها وأنه كان يعيش في خرابة أصلا فلا يتمنى أبدا كما قال عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها لو كانت الدنيا كل ملكه لا يريد أن يرجع خلاص إلا الشهيد لما يرى من عظيم الكرامة وعظيم الاستقبال وعظيم الفوز المبهر المدهش يتمنى أن يعود إلى الدنيا فقط ليقتل مرة أخرى في سبيل الله الله أكبر ماذا رأى وهذه نماذج مضيئة مشرقة لبعض مواقف هؤلاء الصفوة من البشر ممن كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا جابر بن عبد الله قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لأراك منكسرة قلت يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك قال قلت بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيى أباك فكلمه كفاحا فقال يا عبدي تمنى تمنى علي أعطك قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا رب فأبلغ من ورائي قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وهذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول للمقوقس وهو يصف حال رجاله وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحا ومساءا أن يرزقه الشهادة وأن لا يرده إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده وماله وليس لأحد مننا هم فيما خلفه وقد استودع كل واحد منا ربه أهله وولده وماله وإنما همنا ما أمامنا وهذا سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه كتب إلى ملك فارس بسم الله الرحمن الرحيم فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة الله أكبر الله أكبر الله أكبر هؤلاء هم فخر الإسلام هؤلاء هم عز الإسلام هؤلاء هم أولياء الرحمن على الأرض هؤلاء جند الله في الأرض هؤلاء أجدادنا فليأتي أحد بمثلهم لذلك الغرب والشرق وكل ملل الكفر يريدون تحريف ومحو الجهاد في سبيل الله من أذهان أبنائنا لأنهم يعرفون التاريخ أن هذه الأمة إن جاهدت فلن يقف أحد أمام رجالها رجالها الذين دمروا جيوشهم ومزقوا عروشهم أقاموا أعظم حضارة عرفتها البشرية على وجه الأرض الحضارة الإسلامية فدخل الناس في دين الله أفواجا ومن النماذج المضيئة خيثمة بن الحارث عليه رضوان الله ما كان منه يوم أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفرة إلى غزوة بدر إلا أن جاء إلى ابن له اسمه سعد ابن له صغير وكان معه من النساء الكثير ومعه من البنات والأخوات يعولهن هذا الرجل الكبير خيثمة فقال لابنه سعد خيثم الآن يخاطب ابنه سعد يقول يا بني تعلموا نساءنا ليس لهن من يحميهن وأريد أن تبقى معهن وأذهب لأجاهد في سبيل الله جل وعلا قال يا أبتاه يا أبتاه للنساء رب يحميهن والله ما تطمع نفسي في هذه الدنيا بشيء دونك لكنها الجنة يا أبتاه والله لو كان غير الجنة لآثرتك به وانطلق يجاهد في سبيل الله وجلس الأب الكبير مع هؤلاء النساء فقتل هذا الابن شهيدا في سبيل الله ويوم جاء الخبر أباه في اليوم الثاني قالوا له لقد قتله ونحسبه شهيدا عند الله جل وعلا فما كان منه إلا أن قال أواه أواه والله لقد فاز بها دوني والله لقد كان أعقل مني لقد رأيته البالحة يسرح ويمرح في أنهار الجنة وثمارها وأزهارها ويقول يا أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الله أكبر الله أكبر الله أكبر رأى الحقيقة فاز ورب الكعبة وارتاح من الدنيا أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال انطلق رسول الله وأصحابه حتى سبق المسلمين المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونكم فدنى المشركون فقال رسول الله قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن الحمام يا رسول الله إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ قال وما يحملك على قول بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءه أن أكون من أهلها فقال فإنك من أهلها فأخرج ثمرات من قرنه وهو جعبة النبال فجعل يأكل منهن ثم قال إن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل ما أجمل هذه المواقف ما أروع هذه المواقف المؤثر المبكية مبكية لجمالها وجلالها هذه هي أعظم القصص على وجذر التي يجب علينا تربية كل أبنائنا عليها وهذا حرام بن ملحان رضي الله عنه أحد القراء الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون قوما من المشركين إلى الإسلام ويقرؤون عليهم القرآن فغدرت بهم رعل وذكوان من قبائل العرب وقتلوهم عند بئر معونه فإذا بحرام بن ملحان يتلقى سنان الرمح بظهره فيخرج من صدره والدماء تثعب منه فينضح من هذه الدماء على وجهه وجسده ويقول فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة حتى قال قاتله فقلت في نفسي ما فاز ألست قتلت الرجل فما زال يسأل حتى أخبر أنه فاز بالشهادة وبما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقال قاتله فازل عمر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تتوقعون يا أخوة ماذا رأى عندما اخترق الرمح صدره وجسمه تتوقعون لماذا قال هذه الكلمة هل رأى مقعده من الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر له من أول دفعة ويرى مقعده من الجنة يسأل الله من فضله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهذا عمر بن الجموح كان عمر بن الجموح أعرج شديد العرج وكان كبير السن وكان له أربعة بنين شباب يغزون مع رسول الله إذا غزى فلما أراد رسول الله أن يتوجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه إن الله قد جعل لك رخصة يخاطبون أباهم يقولون له إن الله قد جعل لك رخصة فلقعدت ونحن نكفيك فقد وضع الله عنك الجهاد فأتى عمر بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعون أن أخرج معك والله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة فقال له رسول الله أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد لأنه أعرج يا أخوة يا أخوات يمنعه من القتال هذا معذور عند الله سبحانه وتعالى ولكن همة هذا الوالد كانت عالية جدا روحه تتوق إلى الجنة تتوق إلى الله عز وجل فقال نبي صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد وقال لي بنيه وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا وفي صحيح ابن حبان أن عمر بن الجموح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال يا رسول الله من قتل اليوم دخل الجنة قال نعم قال فوالذي نفسي بيده لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنة فقال له عمر بن الخطاب يا عمر لا تأل على الله أي لا تجزم لنفسك بالجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر فإن منهم من لو أقسم على الله لا أضره منهم عمر بن الجموح يخوض في الجنة بعرجته الله أكبر خرج يتمنى الشهادة مع أنه قد تجاوز الستين من العمر فرزقه الله الشهادة لأنها رزق ولا ينال هذا الرزق العظيم إلا من يسره الله له عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار فأبشروا يا أخوه وأملوا واطمعوا بفضل ربكم فقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يتمنون الشهادة في سبيل الله لما لها من فضل وهذه المكانة العظيمة عنائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه هو الحج والعمرة رواه ابن ماجه وأصله في بخاري وهذه رسالة للأخوات إن أعظم جهاد للمرأة أن تربي أبناءها على حب الله والاقتداء برسوله وقصص الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزب ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق فالجهاد له أحكامه وله شروطه وليس هذا مجالا للتوسع في هذه المسألة فقد توسع بها العلماء هذا والحمد لله رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أننا نسألك قوة من عندك وعز من لدنك ووحدة صف بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح حالنا وأصلح شبابنا وأصلح أمتنا وأنهر قلوبنا اللهم أصلح ولاة أمورنا ووحد كلمتهم واجمع صفهم واجعلنا يا رب العالمين في أوائل الأمم واجعلنا يا رب العالمين قادة لهذا العالم بديننا الحنيف وقرآننا العزيز وسنة نبينا المطهرة الكريمة الشريفة الأمر المطهرة الكريم اشتركوا في القناة